15 سنة و 12 سنة دول بنات كبار بنات كبار ومحتاجين يعني معاملة خاصة هو واضح أن هي مهتمية فعلا جدا بهم بس هي تقعد معاهم وتقولهم إيه الحاجات اللي بتدايقكم مني ما هو ممكن تكون في حاجات أنا أبقى شايفة إن أنا عاملالك كل حاجة ده من وجهة نظري بس أنت من وجهة نظرك شايفة إن أنا نقصني حاجات معينة فنقعد مع بعض قاعدة نشوف طيب أنا بتدايق من 1-2-3 وأنا بعمل كده علشان أنا بحبكو وأنا بقول لكم مذاكرة تذكروها في الوقت الفلاني علشان ما تسقطوش طيب إنتوا شايفين إيه نحل المشكلة دي إزاي هم أكبروا فاهمين كويس الكلام اللي بيتقال يعملوا زي عصف زهني مع بعض طيب كل مشكلة نقدر نحلها إزاي سوا تقعد معاهم وتقول لهم أنا عندي مشكلة معاكم في المذاكرة عايزاكوا تذكروا طيب نحل إنتوا شايفين نذكر أوقات إيه حطوا لنفسكم الجدول والرهوني ونتفق على المواعيد ونلتزم بيها الاتفاقات دي بتريح فالولاد لما يبقى فيه سيستم محطوط أو نظام محطوط والاتفاقات محطوطة الأم بترتاح والولاد بيرتاحوا وهم كبار 5-12 سنة يقدروا يعملوا جدول لنفسهم يقدروا يتفقوا معاك على اتفاقات ونعملوا سواء 1-2-3 ويمشوا عليه الأكل اللي بتعمل يبقى فيه جدوى لو هي بتحب تعمل الأكل اللي هو يرجم خلاص يعوده طب مشكلة الأكل 1-2-3 هنعمل يوم الحد كذا 2-3-4 فيبقى فيه اتفاقات فيبقاش فيه مشاكل الحاجات دي بتقلل من المشاكل الجامد جدا وبرضه هيبقى فيه مشاكل بس طريقة الحل وتناول المشاكل هيبقى بطريقة مختلفة وفعلا نقطة مهمة أنك بتأكد عليها دايما في كل حلقة أنه برضو هيبقى فيه مشاكل ولا احنا كأهالي ملايكة ولا هما كأطفال مطلوبين هما يبقوا ملايكة فطبيعي أنه هيحصل فيه اختلافات وخلافات